المساء من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملف هذه الليلة تهوي مشاريع تل أبيب ضد محور المقاومة من إيران إلى العراق فلبنان يرفع منسوب التهويل الإسرائيلي فهل يغامر نتنياهو بتصعيد غير محسوب شمع فيينا يدعم الحفاظ على الاتفاق النووي وترامب يواصل تحريضا ضد إيران أي خيارات تملكها واشنطن بعد سقوط مشروع نشر الفوضى على وقع تظاهرات منددة بتدخلات الأمريكية والإسرائيلية في العراق المرجعية تحضر من التخريب والمشاريع الخارجية والحجد الشعبي لاحق فلول داعش في الأنبار الفشل بتدرجات عنوان مشاريع تل أبيب واشنطن ضد محور المقاومة فهو فشل كامل في إيران بعد إخفاق مساعي تل أبيب في استهدافها من الداخل عبر الأحداث الأخيرة وفشل نسبي في العراق في ظل المواقف الرسمية والشعبية الرافضة لخطف مطالب المتظاهرين وهو ما عبرت عنه المرجعية بوضوح وانعكس في تظاهرات تظاهرات دعم السلمية ورفض المندسين والتدخل الخارجي وفشل كبير في لبنان مع التصدي للفوضى ومشروع استغلال المطالب المعيشية للتصويب على المقاومة هذا الفشل والمتدرج أصاب تل أبيب بهستيريا واضحة برزت من خلال حملة تهويل ممتدة من تل أبيب إلى واشنطن وسط تساؤلات عما هو أبعد لجهة محاولة تغيير معادلات الاشتباك في المنطقة فهل يهرب نتنياهو المأزوم من مأزقه الداخلي بالعمل على تصديره إلى المنطقة وهل طرح ذلك في لقاء الشبونة مع بومبيون معطيات تتزامن مع اجتماع فيينا بين طهران وأطراف الاتفاق النووي الذي طعنه ترامب العام الماضي في محاولة لإبقائه على قيد الحياة ولكن كيف؟ وبأي ثمن؟ سئلة تبدو إجاباتها مرهونة بتطورات الوضع في ساحات المنطقة المتشابكة أرحب بضيوف مساية الليلة من طهران الكاتب والباحث في أشياء السياسية الدكتور عماد بشناس معي أيضا من لندن مدير المركز الأوروبي للدراسات التطرف في كامبرج الدكتور مكرم خوري مخول ومن واشنطن محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز السيد غاي تيلر حيكم ضيوفي جميعا ونبدأ من هذا التقرير حيث تصطدم مشاهدين مشاريع تلابي في المنطقة بعقبات أفشلتها في بعض البلدان كإيران أو تكاد تفشلها كما هو الحال في بلدان أخرى واقع يطرح أسئلة عن كيفية مواجهته من قبل نتنياهو المحاصر بأزمات داخلية متزايدة في هذه الظروف العقدة لخاء فيينا بين إيران ومجموعة الأربعة زائدا واحدا التي أكدت دعمها للحفاظ على الاتفاق النووي هذا التقرير لغراسيا بيطار ينام بن يمين نتنياهو ويصحو على طيف إيران قد يسمي البعض ما يعاني منه الرجل بإيرانوفوبيا أو هستيريا أو غير ذلك لكن الثابتة أن سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي يشي بأن رياح المنطقة تجري عكس ما تشتهي سفن أهدافه من لبنان إلى العراق واليمن وصولا حتى إلى قلب إيران وهذا ما قاله صراحة حين لفت إلى أن إضعاف إيران هو أحد الأهداف الرئيسية لإسرائيل حتى أنه أنب الأوروبيين ووجه إليهم انتقادا قاسيا من جراء اندمام بعض الدول الأوروبية إلى الآلية المالية إنستكس بأن قال لهم اخجلوا من أنفسكم دونالد ترامب يجاري حليفه في السلوك نفسه فالرجلان اتفقا على استغلال تظاهرات لبنان والعراق وإيران لكونها فرصة للضغط على طهران وهذا ما قاله حرفيا نتنياهو فيليش بونا حيث التقى مايك بومبيو إيران التي هي التحدي الأكبر في المنطقة وفق القاموس المشترك الأمريكي الإسرائيلي حاضرة بقوة في الإعلام الأمريكي سواء من بوابة دعم الجيش اللبناني على أمل مواجهة مع حزب الله أو من بوابة بغداد والزعم بأن إيران تنقل السلاح سرا إلى العراق لكن أي من هتين الساحتين لم تسلج صدر إسرائيل الساعية إلى التفجير بل على العكس يبدو المشهد في كل من لبنان والعراق مغايرا لما يسعون إليه وهذا ما حصل قبلها في إيران حيث انحسرت الاحتجاجات في أيامها الأولى وصولا إلى عادل الجبير الذي أعلن فتح المملكة باب الحل السياسي لحرب اليمن من هذه الزاوية يمكن قراءة مآلات طاولة فيينا وانعكاسها على المنطقة في سيناريوهات ثلاثة هي المراوحة وبقاء الأزمات في حالة ستاتيكو انفراجات عبر تسويات أو تصعيد وجولات جديدة من التأزم في العلاقات أرحب بضيوفي من جديد ومبشرة إلى سيد جاي تايلر مساء الخير سيد تايلر هل هناك بالفعل خيبة أمل أمريكية وإسرائيلية من آليات وسائل الضغط على إيران المختلفة والمتعددة الاقتصادية والسياسية والأمنية وكما تقول طاران أيضا الضغط عبر الاحتجاجات التي انطلقت بسبب الوضع الاقتصادي المتردي هل آليات الضغط هذه لم تنجح حتى الآن وبالتالي بالفعل هناك خيبة أمل لدى الإدارة الأمريكية نعم أعتقد أن هناك خيبة أمل منذ فترة منذ عام ونصف العام من قبل إدارة ترامب في واشنطن وأيضا هناك خيبة أمل لدى حكومة بيبي نتنياهو في تل أبيب الأمريكيون والإسرائيليون أرادوا من القوى الأوروبية أن تنضم إلى دونالد ترامب وأن تنسحب من الاتفاق النوي الذي يعود إلى عام 2015 أراد ذلك منذ فترة وفي شهر أيلو سبتمبر تبين أو كان هناك اعتقاد بأن الأوروبيين ربما يقتربون من هذا الموقف الأمريكي الإسرائيلي عندما انضم الأوروبيون بإلقاء اللوم على إيران واتهامها بتنفيذ الهاجمات ضد المنشآت النفطية السعودية أعتقد كان هناك شعور سائد حينها في محيط أداء ترامب حتى أعرف ذلك بناء على كلامي على محادثة مع مسؤولين في أداء ترامب كان هناك شعور بأن الزخم ربما وصل إلى مرحلة حيث الأوروبيين سينفصلون عن الصين وروسيا ويتخلوا عن اتفاق نوي وأيضا يمارسوا الضغوط جديدة على إيران كي تنضم إلى إيران إلى مساعد دبلوماسية جديدة وفي نفس الوقت فيما يتعلق بنتنياهو شخصيا الإسرائيليون يعانوا من مشاكل داخلية خلال العام الماضي نتنياهو يواجه تحديات في الداخل أضطر إلى أجراء انتخابين هناك بعض المشاكل على جبهة داخلية وأيضا يحاول ربما استغلال موضوع إيران من أجل تقوية موقفه في الداخل ولكن نتنياهو هنا سيد جاي تايلر اسمح لي هنا الخطة الموجهة ضد إيران سمتها الإدارة الأمريكية استراتيجية أو خطة الضغط القصوى تجاه إيران إذا كانت خطة الضغط القصوى تجاه إيران حتى هذه اللحظة المؤشرات عليها مخيبة يعني دعنا نقول أو كما تقول إيران أن وسائل الضغط أو نقاط الضغط من سوريا حيث التواجد الإيراني إلى العراق إلى لبنان الخليج منطقة الخليج العقوبات الاقتصادية وإلى آخرهم حتى داخل إيران تظاهرات إيران اتهمت أيضا الولايات المتحدة وإسرائيل فيها طيب إذا كانت كل هذه الساحة المفتوحة للضغط كانت نتائجها مخيبة ما الذي بقي في هذه الاستراتيجية أنا لا أقول أن هذه الساحات جاءت بنتائج مخيبة للأمل وكن أقول أن القوى الأوروبية لن تنضم إلى واشنطن وبالتالي هناك خيبة أمل في إدارة ترامب حيال هذا الموضوع وبالواقع العكس هو صحيح فيما يتعلق بالمظاهرات في العراق وأيضا في لبنان وأيضا داخل إيران هناك شعور بالتفاؤل داخل إدارة ترامب حاليا شعور بأن حملة الضغوط القصوى ضد الحكومة في طهران بالواقع تحقق النجاح وأيضا هناك شعور بأن هناك زخم حيث نرى المتظاهرين أو تظاهرات ضد النفوذ الإيراني في العملية السياسية العراقية أن هناك انتفاضة ومظاهرات وأن هذا يدل على النجاح حملة الضغوط القصوى وهذه هي نظرة إدارة ترامب وأعتقد أنه من المهم جدا للحكومة الإيرانية وللشعب الإيراني أن يدرك ذلك يدرك هذا الموقف لدى إدارة ترامب إدارة ترامب ليست هناك خيطة أمارها يعني هذه التظاهرات في هذه الحالة سيد تايلور أنت تضعها ضمن الخطة الأمريكية ضمن حملة الضغوط القصوى الأمريكية لا أعتقد أنها جزء من الحملة ولكن أعتقد عندما نرى حملة ضغوط قصوى وحملة عقوبات قصوى ضد إيران وأعتقد عندما نرى السوء إدارة للحكومة بعدما طلقت إيران الأموال بعد الاتفاق النووي حينها تجتمع كل هذه الأمور وكل ذلك يؤدي إلى الاستياء الشعبي وكأننا نرى عاصفة نموذجية ولكن لا أعتقد أن أمريكا أو واشنطن تقف وراء ما يحصل أعتقد أنها انتفاضة حقيقية وإدارة ترامب تتبع عند هذه الحرصة سمح لي أبدأ من هنا سيد جايتيلور لأنتقل إلى طهران سيد عماد بشناس استمعت إلى قراءة سيد تايلور وبالتالي هنا أسأل بالمقابل لماذا تعتبر أو اعتبرت إيران بأن كل التظاهرات أو كل التحركات الشعبية التي جرت خاصة في العراق ولبنان حتى داخل إيران هي جزء من حملة الضغوط الأمريكية القصوى ضدها هل هناك من أدلة أو مؤشرات على أن هذا صحيح؟ تحياتي لك أساس كمال وللضيوف العزاء والمشاهدين الكرام في الواقع إيران لا تتكلم دون دليل هناك دلائق كثيرة على هذا الموضوع لربما نحتاج أكثر من برنامج لنبحث الدلائق الموجودة لدى إيران إن كان في العراق إن كان في لبنان أو إن كان في إيران ولكن إذا ما أردت أن ألخصها هناك خطط أمريكية منذ أكثر من عامين الأمريكيون يخططون لهذه المصارات في لبنان وفي العراق هناك في العراق مؤسسات غير حكومية أسسها الأمريكيون ونرى أن هؤلاء هم الذين يتكفلون بكلفة الصراعات في الشرع العراقي يحاولون ركوب الأمواج هنا أنا لا أريد أن أقول أن المشكلة الاقتصادية غير موجودة في العراق أو في لبنان المشكلة الاقتصادية موجودة الفساد موجود ولكن مثلا في العراق من شكل هذا النظام الموجود في النظام السياسي من زرع الفساد في العراق أليس الأمريكيون هم الذين شكلوا هذا النظام السياسي الموجود أليس الأمريكيون هم الذين زرعوا الفساد بريمير الحاكم الأمريكي هو الذي شجع الجميع على الفساد والفساد الذي نراه اليوم في العراق سببه الوجود الأمريكي سببه ما أسسه الأمريكيون في العراق أما في إيران هناك نحن طبعا لدينا مشاكل اقتصادية موجودة لا نستطيع أن ننكرها الدغوط الاقتصادية الأمريكية أثرت كثيرا على الاقتصاد الإيراني على الداخل الإيراني ولكن الشعب الإيراني يستطيع أن يفصل بين مشاكله الاقتصادية من جهة وبين ما يريده ترامب من جهة أخرى الشعب الإيراني لا يريد دكتور تضع كل هذا الذي يجري في إطار المواجهة بين الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل وبعض الشركاء الآخرين في المنطقة وبين إيران وحلفائها أو محور المقاومة إذا كان فعلا ما يجري هو في هذا الإطار تقييمك له ماذا؟ هل نقول بأنه نجح؟ ضيفنا سيد تايلور يقول أنه على مستوى الاتفاق في خيبة أمل أمريكية وإسرائيلية لكن على مستوى ما يجري في إيران وفي بعض الدول العربية النتائج جيدة جدا لا بالعكس النتائج لم تكن وفقا لما كان يريده الأمريكان الأمريكان كانوا يريدون نشر الفوضى في إيران إيران استطعت السيطرة على الوضع الشعب الإيراني المحتجون الذين كانوا يحتجون لأجل مشاكل اقتصادية انسحبوا من الشارع لم يجاروا الذين كانوا يريدون نشر الفوضى في الواقع قبل هذه الحوادث بحوالي الشهر أرسل الأتراك معلومات إلى إيران عن أن هناك 2500 إيراني شاب وشاب ذهبوا إلى تركيا وقام الأمريكيون بنقلهم إلى قواعد لهم في سوريا والعراق وهؤلاء مشككون وكانت إيران محضرة نفسها يعني حكومة الرئيس الروحاني اتخذت هذا القرار ولكن الحكومة الإيرانية كانت جاهزة لهذا التصرف كانت تنتظر خروج هؤلاء من وكرهم إذا ما أردنا أن نقول وهناك دلائل يعني هنا لأول مرة عندما بدأت الاحتجاجات في إيران نحن رأينا أن الشرطة الإيرانية فقط ننزلت إلى الشوارع لم ينزل الحرس الصوري أو البسيش إلى الشارع يعني بدأت الاحتجاجات يوم الجمعة عندما أعلنوها حتى يوم الاثنين الحرس الصوري لم يكن في الشوارع لم ينزل إلى الشوارع يوم الاثنين عندما كشفوا من هم عملاء الولايات المتحدة أو الجردان كما يقولون خرجوا من أوكارهم عندها رأينا أن الحرس الصوري نزل إلى الشوارع وقام بالتصديل حتى لنا نتحدث عن تفاصيل التظاهرات يعني هي التضاء يعني اليوم اليوم نعم فقط نقطة استيس كامل فضل اليوم الحكومة الإيرانية هي في وضع أقوى جدا من قبل يعني بعكس ما يتصوره الأمريكيون اليوم الحكومة الإيرانية مطمئنة لنفسها مطمئنة من أنها تسيطر على الوضع في الشارع تسيطر على الوضع في البلاد الأمريكيون الأوروبيون فهموا أستاذ عماد اليوم في العراق تحرق القنصلية الإيرانية في النجف أنت تعرف يعني معنى هذا أو هذه البيئة التي هناك يعني استيس كامل عفوا عفوا كلنا نعرف نعرف كيف في لبنان هناك البعض في الساحات يطالب بنزع سلاح حزب الله تسمع لهذه الشعارات بمعنى أنه الأمريكيين يعتمدون على هذا في نهاية المطاف أنه ها نحن داخل هذه البلدان وهذه البيئات نحقق أهداف هؤلاء الواقع أن الأمريكيون دربوا بعض الأشخاص للقيام بهكذا أعمال وإدلاء بهكذا الشعارات في الشوارع ويدفعون لبعض كي يقوموا بإطلاق هذه الشعارات أو الهجوم على القنصلية الإيرانية في كربلا أو النجف هؤلاء لا يمثلون لا الشعب اللبناني ولا الشعب العراقي إذا ما أراد أنصار إيران أيضا القيام بهكذا أمر هم باستطاعتهم أن يهجموا على السفارة الأمريكية أو يهجموا على القواعد الأمريكية الموجودة إيران لا تحتاج أن تفعل ذلك لكي تقول أن الشعب العراقي يكره الأمريكان الشعب العراقي يكره الأمريكان الشرع في كل هذه المنطقة الشعوب المنطقة من أفنسان إلى لبنان إلى اليمن جميعهم حتى الدول التي هي حليفة للولايات المتحدة شعوبها اليمن تكره الأمريكان نسمع وجه نظر دكتور مكرم أسعد الله أطلنا عليك دكتور مكرم لكن كان لابد أن نسمع بشكل مفصل وجهات نظر من واشنطن ومن طهران بين بين حاجة البلدان العربية للتحولات الديمقراطية إلى التغيير الديمقراطي نزول الجماهير بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية موه هذه العام ولا العام الماضي نحن نتحدث عن عقود يمكن في المنطقة العربية بين هذا الوضع وبين دائرة الصراع الأمريكي الإيراني أو الأمريكي الإسرائيلي الإيراني وحلفائه كيف يمكن تشخيص المسألة؟ أستاذ كمال بصراحة أن المعلومات الإخبارية موجودة وبكثافة لدى الجميع ولكن ما هو غير موجود هو التفكيك والتربيط ما بين ما يجري في واشنطن أو طهران ولبنان والعراق وتل أبيب وهنا بودي الإنشارة إلى أنه عندما قام ترامب في الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران لم تكن هذه زلة لسان أو مسألة غير مدروسة كانت هذه خطة بينه وبين نتنياهو وإذا ما رجعنا العجلة أو أرجعنا العجلة إلى الوراء وأعدنا بناء تسلسل الأحداث نرى أن هناك حملة كبيرة ضد ما يسمى بجبهة المقاومة في كل مكان في العالم العربي وبالتالي ضد إيران وكل من هو مع إيران أو مع جبهة المقاومة شاهد ما الذي يجري ما الذي يجري هو في العراق ونحن نعرف العلاقات الجيدة بين العراق وإيران في لبنان ونحن نعرف أيضا عن علاقة جيدة بينها وبين إيران وفي أيضا اليمن وأيضا في فلسطين ودور المقاومة إذن هناك حملة كبيرة يديرها ترامب ونتانياهو رغم أنه أن الأهداف تختلف نوعا ما ولكن هذه الحملة الكبيرة لديها ما يسمى بسب كامبينز يعني هناك الحملات الكبيرة كامبينز وهذه حملة على مستوى العالم وهناك أيضا حملات صغيرة متفرعة في بلدان مختلفة مثل لبنان وإيران والعراق وإلى آخره وهذه تدار بالتنصيق اليومي وأنا هنا لست ناطقا بلساني أي طرف أستعمل تحليل الأكاديم ومعرفتي من مستندات كثيرة أن هذه الحملة ما بين نتنياهو وترامب حملة منصقة بالكامل لماذا؟ لأن ترامب ونتنياهو يريدان إما تركيع إيران بالأساس أو إما وما يريده طبعا بالأساس ترامب يريد جلب الرئيس روحاني للقاء معه ترامب يريد أن ينتخب مرة ثانية لولاية ثانية والكرت الكبير الذي يمكن أن ينجحه هو إما إسقاط الدولة العميقة الإيرانية أو انتقاء الرئيس روحاني وهو سيفرح على فكرة سيفرح بالأمرين لأن كسبه أو إنجازه أحد هذين الأمرين سقد يجعله يدخل إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض أما بما يتعلق بنتنياهو نتنياهو عندما يهاجم إيران وانظروا نتنياهو لم يبدأ بمهاجمة إيران الآن نتنياهو يهاجم إيران منذ سنين تخدم جدا هذه الحملات حملات الفض أو المضادة لإيران تخدم نتنياهو على كل الأصعب أولا هو الآن على سرير الموت السياسي هو هذه الحملة ضد إيران تفيده وتخدمه في الجبهة الداخلية أي في الرأي العام الإسرائيلي ثانيا تفيده لأنه يربح الأموال الكثيرة من بعض الجهات الخليجية لأنه يخدمها على العلم وهذه ليست أسرار ونحن نعرف ذلك ثالثاً هو طبعاً يعرف إن قوض إيران أو جبهة المقاومة فهو يقوض أيضاً المقاومة الفلسطينية لأن فلسطين هي الأساس يعني نحن يا أستاذ كمال نلف وندور وبالتهاية صحيح أن هناك مسألة اقتصادية ومصالح اقتصادية ولكن نلف وندور والهدف هدف نتنياهو بالتحديد والذي يتفق عليه ترامب على فكرة إذا طلت منك يا دكتور مكرم تقييم هذه الحملة وفق وجهة نظرك من حيث النجاح والفشل فيه خليني يعني أضع بين يديك بعض المعطيات أو الآراء إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع تفجير الداخل اللبناني عبر موجات شعبية أو يعني خلق فوضى داخل لبنان ويخرج بعض المتظاهرين لإطلاق شعارات ضد حزب الله وضد المقاومة وضد إيران في العراق كذلك الأمر في إيران كذلك الأمر هذا يعني هذا يعطي مؤشر قوة للولايات المتحدة وإسرائيل بأن تستطيع لها نفوذ كبير داخل هذه البلدان أو دكتور مكرم من وجهة نظر أخرى بأن هذه آخر الأوراق وتبدو بأنها لا تعمل في وجهتين نظر كيف تقيم أنت النجاح والفشل هنا لهذه الحملة الكبيرة توجد فترة زمنية محددة أي ما يسمى بالإكسباير ديت هذه الحملة ستنتهي بعد سنة تماما أو قبل ذلك بعد سنة أقول لأن الانتخابات الأمريكية ستجري بعد سنة وممكن أن تخف حدتها بعد أشهر إذا ما تم سجن نتنياهو فإذن هذه الحملة الكبيرة لها فترة زمنية محدودة أو تاريخ صلاحية ثانيا هناك حربين الحرب الأولى هي حرب نفسية على مواقف الشعوب العربية وضد جبهة المقاومة ككل ولكن أيضا هناك حرب على بلورة وإعادة تكوين وتشكيل وتشكيل وصار الرأي العام العربي أنا من وجهة نظر أكاديمية لا يمكن الإنكار أن هناك إجحاف وظلم وعدم عدالة اقتصادية واجتماعية في غالبية الدول العربية ولكن هذه ليست المسألة هذا موجود منذ عقود كبيرة وكثيرة إذن لماذا الآن الآن لأن أمريكا واتل أبيب وبمساعدة الضخ المالي ويعني ما يسمى ببلورة عقول وكلائها إن كان أشخاص أو مؤسسات أو منظمات مجتمع مدني وإلى آخره أخذوا نهيئون أنفسهم منذ سنين لهذه اللحظة إذن هناك برامج في الدرج أستاذ كمال وهم يسحبوها في اللحظة المناسبة لكي يحاولوا تغيير الرأي العام ولكن هذا لا يقول أن هذه حملة ستنجح الآن أو غدا حسب تقييمي هي الآن في الوسط ممكن أن تنجح وهناك ظروف لذلك وممكن أن تفشل وهناك أيضا ظروف لذلك ولكنها حملة مستمرة حاليا أنا أستمع لحضرتك دكتور وأيضا معنا سيد جاي تايلر كنت ألاحظ أنه سيد جاي تايلر غير موافق على كثير من الأراء التي طرحت لا أعرف إذا كنت أقرأ لغة الوجه بشكل جيد سنرى أليس كذلك سيد جاي تايلر أولا أعتقد أن هذه النظرية التي تقول أن الأمريكيين قاموا بنقل عدد من الأيرانيين إلى التركيا وقاموا بتدريبهم ومثم هربوهم إلى داخل إيران أو قاموا بتهريبهم إلى العراق وأن هؤلاء هم الذين يقفون وراء المظاهرات هذا من عالم الخيال نظرية مؤامرة ويجب أن نسميها كذلك يجب أن نركز على التالي بعد الاتفاق النووي عام 2015 استلمت الحكومة الإيرانية مليارات الدولارات بعد الأعفاء من العقوبات وبدل من انفاق هذا المال على محاولة إعادة بناء الاقتصاد الإيراني أنفق هذا المال على خدمات الأجهزة الأمنية ودعم مجموعات وكيلة على سبيل المثال مثل حزب الله في لبنان وكل الدول التي ذكرت من قبل الزملاء هي دول إما ديمقراطية أو أنظمة ملكية وليست هناك أي دولة دينية تحت حكم ديني ما يحصل هو أن الحكم الديني لا يحضر كثير من الشعبية في دول ديمقراطية مثل لبنان والعراق الشعب ينطفد ضد ذلك والشعب يشعر بالأحباط من ذلك ولا أعتقد أن لدى الولايات المتحدة أي دور على السعيدة المؤامرة واستمرار تصوير الموضوع كذلك أعتقد أن هذا يقود من شرعية الناس الذين هم بالفعل مستعدون للمجازف بحياتهم ولا علاقة لهم أو لا علاقة للموضوع بيد مكفية أمريكية الولايات المتحدة عبارة عن نظام ديمقراطي فوضوي حيث لدى الناس حريث التابع الذين ومن المهم أن نسمع وجهة النظر هذه كي يرى الناس الإمكانيات وكون هذه الانتفاضات تتعلق برغبة الناس بحكومة أفضل حكومات تمثل الجميع ولا أيضا تريد نظام ديني يتدخل لننظر أيضا إلى نقطة أخيرة لننظر إلى هذا الموضوع لدى إيران علاقات قوية جدا مع العراق السؤالي كم كانت العلاقات جيدة بين إيران والعراق خلال فترة صدام حسين نظام صدام حسين لا أعتقد العلاقات كانت جيدة والواقع كانت هناك حرب طويلة بين البلدين وما حصل بينما ضغطت الولايات المتحدة من أجل فتح الطريق للديمقراطية في العراق في نفس الوقت حكام حكومة هناك سمحت لإيران كي تأتي وتبدأ بتدخل هذه المرحلة التي وصل إليها والناس ينتفدون كل ذلك وأشليب الحكومة في إيران دائما تقول الحكومة الأرنية نعم الأمريكيون هم الذين قلوا بذلك أمريكا هي التي وضعت النظام هناك أمريكا قامت بذلك وذاك طيب سيد تايلور قبل أن ننتقل إلى طهران يعني عالم الأمن والاستخبار أتعذر لا نعرف فيه لكن نعالج ما يقال في السياسة أو ما يحدث في عالم أو الظاهر فيه في لبنان على سبيل المثال فيه هناك كما ذكرت حضرتك فيه هناك استياء من الحالة الاقتصادية من الفساد الناس تريد مستوى معيشي تريد كل هذه المطالب المعيشية المحقة لكن في نهاية المطاف هناك في الساحات من بدأ من يطالب من بدأ يطالب بنزع سلاح المقاومة من بدأ يكرر مطالبات أمريكية من داخل هذه الساحات كان الكونغرس يناقش مع أمريكيين والله نسيت اسمه المبعوث الأمريكي ديفيد فتلمان فلتمن عفوا كان يتحدث للكونغرس ويقول لهم علينا أن نترك الحراك بلا قيادة وكان يقول علينا أن لا نوافق إلا على حكومة تكنقراط أو ندعم حكومة تكنقراط في العراق كذلك الأمر يعني بمعنى في التصريحات السياسية في الأحداث السياسية الظاهرة في تدخلات أمريكية ومطالب أمريكية نجدها في بعض هذه الساحات وليس في كلها نعم الأمريكيون يتوخون الحضر كي لا يتدخلوا لأنهم على دراية بأنه في العالم العربي وفي العالم الإسلامي دائما سنرى هذا الموقف الموقف الذي يقول أن أمريكا تتدخل بشكل الأشكال إذن القول أن أمريكا سترسل الناس من أجل رسم الأحداث هذا لا يحصل صدقني أنا أراقب الأمور عن كثب وثانيا لا أعتقد أن إدارة ترامب أو سياسة ترامب الخارجية والجهاز السياسة الخارجية مما في ذلك الأجهزة التي هي تقى تحت جناح التنفيذ تحت إدارة ترامب لا أعتقد أن لديها القدرة على تنفيذ هذه المشاريع وآخر نقطة فيما يتعلق بلبنان تحديدا هناك في الموجود في الغرفة في لبنان حزب سياسي بارس في نفس الوقت مقاومة مسلحة أي دولة تقبل بذلك هل إيران ستقبل بوجود قوة أجنبية تدعم مقاومة مسلحة داخل إيران بكل تأكيد لا هل ستقبل عراق بذلك بكل تأكيد لا إذن حزب الله في لبنان حزب سياسي وفي نفس الوقت مقاومة مسلحة هذه المشكلة لم تحل حتى الآن أنا زلت لبنان ومضيت وقت في بيروت وأؤكد لك بأن هناك أحباط لدى الناس بسبب هذا الموضوع هذا يؤدي إلى انقسامات حتى نتوصل إلى مصالحة مصالحة تؤكد على أن أي حزب سياسي يجب أن يكون مقاومة مسلحة تحضر بدعم قوة أجنبية حتى ينتهي ذلك سيستمر هذه التدخل هذه المظاهرات هذا حل بسيط سيد جاي تيلور هذا حل بسيط إسرائيل تنسحب من الأراضي العربية التي تحتلها لم يقوم لا يعود هناك حاجة لحزب الله أو أي مقاومة أو أي سلاح والأمريكيون يفعلون عكس هذا في المنطقة طيب سيد عماد إبشنس استمعت وأريد أن أسمع وجهة نظرك خاصة فيما يتعلق بأنكم تتخيلون هذه المؤامرة أنتم تعيش تضعون كل شيء على الولايات المتحدة الأمريكية بينما المشكلات هي في صلب هذه المجتمعات وفي عملية تحول ديمقراطي والناس تريد أن تذهب نحو التغيير ونحو الدولة العصرية لا دخل للسياسة والأمن والضغوط على إيران في هذا الأمر توقيع الاتفاق النووي التفاقية الشاملة المشتركة العمل الشاملة المشتركة ولكن الأموال ذهبت إلى دعم الوكلة وليس إلى دعم المشروعات داخل إيران أسمع إجابتك بشكل مختصر لأنه تجاوزنا وقت الفاصل تفضل أستاذ كمال للأسف لا أستطيع أن أجاوب على هذه الأمور بشكل مختصر ولكن أعطيك بعض الوقت بعد الفاصل نعم أولا عندما كان مصدق رئيسا للوزراء في إيران قام الأمريكيون بمؤامرة تسقط مصدق وعندما قال الإيرانيون أن الأمريكيون والبريطانيون هم الذين قاموا بهذه المؤامرة سمعنا سمعنا نفس الكلام الذي يقول السيد جاي تيلر اليوم أن الأمريكان ليس لهم دخل في الموضوع وبعدها تبين الوسائق التي انتشرت أن الأمريكان هم الذين حطتوا الإسقاط مصدق في إيران نعم واليوم عندما أنا أتكلم عن هؤلاء الذين ذهبوا إلى تركيا وتدربوا على الخطة الأمريكية لا أتكلم دون مستند يعني أنا هنا تكلمت مع دبلوماسيين أتراك وهم أخبروني أنهم أعطوا هذه المعلومات لإيران السيد أردوغان هو أعلنها بصراحة أعلن أن المخطط الأمريكي هو نقل ما يحدث في العراق إلى إيران والخطة الأمريكية كان هدفها نهايتها كانت في إيران ولكن الإيرانيون كانوا ينتظرون الوقت المناسب لكي ينقضوا على هذه الخطة الإيرانيون يلعبون الشترانج بشكل جيد ترامب هو تاجر جيد ولكن هو ليس دبلوماسي وهو لا يعرف كيف يتصرف في هذه الأمور في حين أن الإيرانيين هم انتظروا كي يصل الموج إليهم ثم انقضوا عليها تسمح لي بس أوقفك هنا لدعب إلى فاصل أعود وأعطيك أيضا مزيد من الوقت لأنه فيه نقطتين لم تجيب عليهم شايدين فاصل ثم نعود بعده مباشرة إلى المسائية مجددا حياكم الله الاجتماع الذي احتضنته فيينا جاء عقب سلسلة عقوبات أمريكية على طهران دفعت الأخيرة إلى تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي أولى الخطوات الإيرانية ردا على العقوبات الأمريكية كانت في الثامن من أيار مايو من هذا العام حيث أعلنت رفع نسبة اليورانيوم المخصب لتتجاوز ثلاثة فاصلة سبعة وستين في المئة كما تجاوز المخزون من اليورانيوم ثلاثمائة كيلو جرام كيلو جرامات بالإضافة إلى تخطي مخزون الماء الثقيل لسق في 130 طن وقف بيع المخزون الفائض من الماء الثقيل الخطوة الثانية دشنت طهران في السابع من تموز يوليو الماضي حيث بلغت نسبة تخصيب اليورانيوم أربعة فاصلة خمسة في منشأة نتانز أما الخطوة الثالثة فكانت في الرابع من أيلول سبتمبر الماضي والتي شملت العمل على تطوير أجهزة الطرد المركزي وإنتاج ما تحتاجه لتخصيب اليورانيوم كما تضمنت إزالة القيود المفروضة على البحث والتطوير في المجال النووي في سادس من تشرين الثاني نوفمبر أعلنت إيران عن الخطوة الرابعة ومعها بدأت الخطوات الفعلية بضخ الغاز لأكثر من ألف وأربعة وأربعين جهاز طرد مركزي ونقل ألفين لتر من غاز سداس فلوريد اليورانيوم من منشأة نتانز لفوردو كذلك بدأت تخصيب بنسبة أربعة فاصلة خمسة في فوردو مع التشديد على أن التخصيب لن يكون لليورانيوم فقط سنتحدث طبعا عن تفاصيل خفض ومستقبل هذا الاتفاق لكن أستاذ عماد كما وعدتك سأعطيك بعض الوقت للرد على نقاط طرحناها قبل الفاصل فضل نعم أستاذ كامال هنا المشكلة التي تكمن لدى الأمريكان أنهم مفصولون عن إيران لمدة تزيد عن أربعين عاما ليس لديهم سفارة وهم يعتمدون في سياساتهم وفي تقاريرهم على البعض الإيرانيين الذين كانوا في إيران قبل أربعين عاما أو المعارضين الذين يحكون أنواع وأقصام الكذب للأمريكان في حين أن الأوروبيين لديهم سفاراتهم هنا في طهران وهم يعلمون جيدا ما يحصل على الأرض في إيران ويرون يعني دبلوماسيهم يرون ما يحصل على الأرض لهذا نرى أن المواقف الأمريكية عن المواقف الأوروبية تختلف بالنسبة لما جاء على قاله الأستاذ جي تيلر بالنسبة لحزب الله هنا نقطة فقط حزب الله ليست قوة أجنبية حزب الله هم كلهم لبنانيون وهم قاتلوا لتحرير أرضهم لو لا حزب الله اليوم لكان قسم كبير من لبنان ما زال محتلا من قبل إسرائيل لو لا حزب الله لكانت داعش اليوم تفتك بالمسيحيين والسنة والشيعة والدروز وغيرهم يعني رأينا ما فعلته داعش في العراق وفي سوريا وحزب الله هو الذي اسمه لبنان سيد عماد أن أبدأ في الحديث عن ملف عن الاجتماع فيينا إذا سمحت حتى لا يفوتنا الوقت لأنه كمان لسه في عندي محور ثالث دكتور مكرم مخول فيما يتعلق بالاتفاق إيران خفضت التزاماتها كما عرضت قبل قليل من هذا الاتفاق بتقديرك الاتفاق سوف يصمد الاتفاق سوف يستمر سيكون هناك مفاوضات على العودة إليه في مؤشرات على أن الولايات المتحدة هدأت أو في نوع من التراجع فيما يتعلق بهذا الاتفاق أو الوصول إلى اتفاق جديد كيف ترى في ضوء هذه المعطيات مستقبل أو مآلات اتفاق فيينا لتقويد هذا الاتفاق هناك عدة لاعبين اللاعب المخرب أو ما يسمى بالسبويلر الأول هو ترامب طبعا والثاني هو نتنياهو إذن هناك وبعد انسحاب ترامب من هذا الاتفاق المهم والتاريخي هناك إمكانية أن يستمر ترامب ونتنياهو بالتخريب على هذا الاتفاق وإلغاءه ولكن هذا الاتفاق فيه أيضا لاعبين آخرين هناك المجموعة الأوروبية المركبة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأيضا طبعا هناك أيضا بما يتعلق بالموقف الروسي والصيني الموقف الأوروبي الآن ونحن في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة شهدنا تغيير رجالات أو ممثلين أوروبيين أنهت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي والتي هي كانت عرابة هذا الاتفاق الاتفاق النووي مع إيران موغاريني أنهت ولايتها وتركت ونحن نعرف أنها كانت من أمصار هذا الاتفاق ونسجت صداقة مهمة وعميقة أيضا مع وزير الخارجية الإيراني ولكن خلفها لا يقل تقدما والنقل انفتاحا وتقدمية مع إيران خلفها سيكون من كان وزير الخارجية الإسباني وهو جوزي بوريل فونتيلس وهو يأتي من الحزب الاشتراكي لا بل أن من يدرس وقد درست مواقفه الماضية لا يقل حدة في انتقاداته لا للمواقف الأمريكية تجاه إيران ولا للمواقف الإسرائيلية تجاه فلسطين إذن أعتقد أن الاتحاد الأوروبي ورغم أن هناك الآن أنواع من المبارزات السياسية الاتحاد الأوروبي وبما أن هذه الاتفاقية مهمة له اقتصاديا وإقليميا وثقافيا يريد أن ينقذ هذه الاتفاقية ولذلك أعتقد أن الموضوع جزء منه يتعلق فيما إذا كان سينجح بوريس جونسون في الانتخابات بعد أسبوع وبالتالي سيكون حليف سلبي في حليف سلبي لترامب ونتنياهو في هذا الاتفاق أم لا الوقت يمضي بسرعة البرق وفي محور يتعلق بالعراق لابد أن نطرح وسنتابع هذا التقرير من بغداد لعبد الله بدران ثم نعود مرة أخرى لضيوفنا المحترمين تقترب مسارات الحراك العراقي يوما بعد يوم من التمايز والاتضاح فليست مسألة انطلاق التظاهرات الرافضة للفساد الذي ترعاه وتستفيد منه بؤر في الطبقة السياسية الحاكمة مورد جدل أو خلاف فشريحة الشباب هي الأكثر بين جميع العراقيين تضررا وتمثل أساسا في تفشي البطالة وشعورا قاسيا بالإحباط لكن الثابت أيضا أن حراك الأول من أكتوبر سبقته نذر معلنة تفصح عن نيات مبيتة تفيد بأن هناك من يستعد للتحرك تحت صيحات التظاهر والاحتجاج متغلغلا بين صفوف الشباب الذين خرجوا متذمرين مطالبين بحقوقهم لا ينون إخراج التظاهر من السلم إلى العنف ولم تمضي إلا أيام قليلة حتى بدأ أن ماكنة التحريض والتأليب تدور بقسوة تستنهض الهمم لتدفع بالحراك إلى غير ما توخاه والهدف هو جر فصائل الحجد الشعبي للاشتباك والتلطخ بالدم العراقي الذي داد عنه بينما كان المتظاهرون يملؤون سوح الاحتجاج لم يكن كل هذا غائبا عن رؤى المرجعية الدينية ممثلة في السيد السستاني ووفقا لهذه الرؤى فإنه يتعين التعامل مع الأوضاع القائمة بمهارة الجراح الحاذق والفصل بين مسارات الأزمة لذلك كان عليها أداء مهام عديدة في آن معا الانحياز إلى مطالب المحتجين المشروعة من دون أن يكون هذا شرعنة للانقضاض على النظام وإلقاء البلاد في المجاهل وتنبيه السلطة في إخفاقها وفشلها في أداء الأمانة والمسؤولية على أن تكون باكورة التصحيح من خلالها وتحت سقف الدستور بما يحفظ النظام العام والتنبه لخطط التخريب والتسلل الخارجي فجرى التعامل المرجعي مع الأزمة تصاعدية فخطاب النجف كان يتحرك متحريا ضرورة الفصل بين جمهور التظاهر السلمي والعناصر التي تنتمي للحراك المصطنع وتشدد على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بمسؤوليتها في عدم الخلط بين الصنفين في التعامل ما حدا بمؤيد المرجعية وجمهور الحجد الشعبي إلى التظاهر في ساحة التحرير نفسها معبرين عن وعيهم لضرورة اليقظة لحجم المؤامرة التي تستهدف العراق بالقوة نفسها التي تقتضيها محاربة الفساد واستئصال أركانه عبدالله بدران بغداد الميادين في هذا المحور بالوقت المتبقي سيد جاي سيلر سؤال يتعلق بما يشبه التناقض أحيانا في الخطاب الأمريكي خطاب إسرائيلي أيضا تجاه بعض التطورات سواء كانت اتفاقية العمل الشامل المشتركة اتفاق فيينا أو حتى التظاهرات في العراق في لبنان في أكثر من مكان مكمن التناقض هو في الاتفاق النووي يقولون بأنه خفض إيران الالتزاماتها في هذا الاتفاق مدان ويجب إدانته على إيران أن تلتزم في الوقت الذي يدفعون لانهيار الاتفاق إسرائيل تدفع لأن ينهار الاتفاق وأن تخرج باقي الدول منه والولايات المتحدة الأمريكية خرجت منه أصلا النقطة الثانية ربطا بهذا التقرير الذي عرضناه عن الحراك الفوضى والتظاهرات الخطاب الأمريكي والإسرائيلي يقول بأنه يقوي حلفاء إيران والجماعات المسلحة من غير الدول كما تسمى في الأروقة الدولية وفي ذات الوقت يدفعون إليها هل من تفسير لذلك؟ أولا أشكرك على إدارة هذا البرنامج وأيضا على التركيز على الجانب السياسي فيما يتعلق بالموضوع السياسي حاليا وتحديدا فيما يخص خطة العمل المشتركة من جهة تقليص إيران للالتزامات موضوع حساس جدا والأوروبيون وكذلك الأمريكيون ينظرون إذا هذا موضوع عن كثب وأنت أيضا ذكت الإسرائيلي على أكثر من مرة علاقة من أن الإسرائيليين لا يشوزز من خطة العمل المشتركة ولم يشاركوا بالمفاوضات بين الروس والسينيين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا وبالتالي أعتقد أن الحكومة الإيرانية تجازف بشكل كبير من خلال هذه الأعلانات بأنها بالنحية الفعلية تنسحب من جهة أعتقد أن الكثير من دول العالم تراكم ما يجري الولايات المتحدة تراكم ما يجري ولماذا؟ ستبقى إيران في هذا الاتفاق بعدما انسحبت الولايات المتحدة بهذا الشكل لماذا يجب إيران أن تنتنع عن تقسيب اليورانيوم بمستويات أعلى تقسيب بمستوى قد يؤدي إلى صنع الأسلحة النووية ولكن قيام الإدارة الحكومة الإيرانية باتباع هذا المصار مصار الاستفزاز وتقسيب اليورانيوم والانسحاب الكامل من خطة العمل المشتركة أعتقد أن هذا يؤشر على اليأس وأيضا هذا سلوك قطير لأنني أعتقد بأن هناك إجماع لدى كل الحزبين في الولايات المتحدة الجمهوريين وهذه من القضايا القليلة حيث هناك إجماع بين الحزبين على رغم الغضب حيال ترامب بالتالي لا قبول على الإطلاق من جانب أمريكا لا قبول بأن تسعى إيران وراء سلاح نوية أو كومبولا نوية بالتالي أي خطوات نحو تقسيب المزيد من إيرانيوم والانسحاب الاتفاق كان يمكن أن يحد ولكن أمريكا سحبت من هو إسرائيل تسعى للتدمير الولايات المتحدة انسحبت نعم أتفهم ذلك وأعتقد أن إيران محشورة في الزاوية وإيران أيضا تتبع سياسة تقوم على الإعلان عن تقسيب اليورانيوم كيف سترد بقية العالم هل سيكون رد الفعل الأوروبي نفس رد فعل الأمريكي وأنا أتوقع نعم هذا خط أحمر والأوروبيون بغض الناثر عن بوريس جونسون أهل أوروبيون عموما مصطفون إلى جامل البيت المتحدة حيث هناك جميع جمهوري ديمقراطي لا أحد يريد لإيران أن تحصل على السياح نووي اسمح لي سيد قاية تايلور لأنه الوقت قليل جدا سيد عماد إبشناس في العراق انطلاقا من تقرير التقرير من بغداد في تظاهرات أيضا منددة بالأمريكيين السؤال لماذا إذا كانت إيران تعتبر أن الولايات المتحدة إسرائيل تقف وراء كثير من الحركات أو التحركات في الشارع أو تستثمرها أو تستغلها لماذا الإيرانيين لم يفعلوا ذلك بمعنى أن الإيرانيين استخدموا الشارع ضد الولايات المتحدة الأمريكية والتنديد بسياساتها والتنديد بسياسات إسرائيل وفيه عنوين محقة يعني احتلال الأرض العربية الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل هيمنة الأمريكية لماذا الأمريكيون وقفت إيران بموقع الدفاع بينما الأمريكيون يحركون الشارع كما هي وجهة نظرك أستاذ كمال فقط نقطة أود أن نعلق على مقالة بأن إيران لو كانت تريد أن تصنع القنبل النووية قبل الاتفاق النووي كان لدى إيران أكثر من 20 طن من اليورانيون المخصب بالنسبة تزيد عن تصل إلى 20% حتى وكان باستطاعتها أن تصنع عشرات القنابل النووية وهي لم تقم بالصناعة ذلك الأمريكيون يعلمون ذلك الأوروبيون يعلمون ذلك والأوروبيون اليوم الاتفاق النووي بالنسبة لهم هو حفظ ماء وجه أوروبا والطريقة الوحيدة لإحلال السلام في المنطقة بالنسبة للعراق نعم بالنسبة للسؤال حضرتك أنا قلت لك أن الخطة الأمريكية كان أساسها أن تصل إلى إيران والنهاية كانت الوصول إلى إيران وإحلال الفوضى في إيران يعني الهدف الأساسي لم يكن لا العراق ولا لبنان كان الهدف الأساسي الوصول إلى إيران وإيران سمحت لهم لكي يلعبوا كل أوراقهم اليوم دور إيران كي تلعب أوراقها يعني منذ القدم أنت منذ اليوم رأيت البعض الذين خرجوا يناددون بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني وروايدا روايدا سترى كيف إيران تستطيع أن تلعب مع الأمريكيون خلال السنوات الماضية رأينا كيف إيران استطعت صد الأمريكان وكل الخطوات الأمريكية في المنطقة فشلت لأن الإيرانيون يعرفون جيدا كيف يتعاملوا مع المحتل الأمريكي أشكرك جزيلا شكرا ساذ عماد بشناس رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك كنت معنا مباشرة من طهران غاي تيلور محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز من واشنطن دكتور مكرم خوري مخول مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف في كامبرج من لندن والمسائية انتهت في ختامها تذكير بعناوين هذا الملف تهاوي مشاريع تل أبيب ضد محور المقاوم من إيران إلى العراق فلبنان يرفع منسوب التهويل الإسرائيلي فهل يغامر نتنياهو بتصعيد غير محسوب اجتماع فيينا يدعم الحفاظ على الاتفاق النووي وترامب يواصل تحريضه ضد إيران أي خيارات تملكها واشنطن بعد سقوط مشروع نشر الفوضى على وقع تظاهرات منددة بالتدخلات الأمريكية والإسرائيلية في العراق المرجعية تحضر من التخريب والمشاريع الخارجية والحجد الشعبي لاحق فول الداعش في الأنبار المزيد من الأخبار على صفحات الميادين في الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة